اعزائي المصممين ازايكم فيديو النهاردة هنتعلم عن تدريج باللقلام الماركرس اللقلام الماركرس طبعا فيه منها نوعين فيه نوع اللي هو الاقتصادي دي هو بتكون سعر الالهم فيه تقريبا بيتراوح من اول 6 جنيه اللي هي دي بتكون في مجموعات والحد وصولا لحد 25 او 20 ايه جنيه لسعر الالهم طبعا وفيه الفئة الاعلى اللي هي الكوبك والبرو ماركر وفي نفس الوقت اللقلام الالفة اللي هي سعرها بيبدأ من 60 جنيه وصولا ل130 ايه جنيه للالهم الواحد طيب وإحنا شغلين في آآ التدريج هيكون عندنا تمرين بسيط جدا التمرين ده مهم ان احنا نعمله ومش على لون واحد ولا على حتى آآ لونين لا مجموعة ان احنا نعمل على ست الالوان كاملة بالتدرجات بتاعتها لانه ده مهم جدا في عملية الايه التدريج طيب هيكون موجود معنا مربعات بنفس الشكل الاتي ده كده وبعد كده تحتيها مربعات ايه صغير هنبدأ ان احنا نمشي بالقلم ناخد التدريج في الجزء الكبير بعد كده نبدأ ان احنا ايه نبدي كل دور من الالوان دي ايه هنبدأ الاول بالقلم بنفس الشكل الاتي ده كده فهنبدأ اللي احنا نعمله في حاجات بقى مهم ان احنا ما نعملهاش ايه بقى الحاجات اللي احنا ما نعملهاش دي حاجات ان احنا ما نعملهاش ان انا احاول لانا ادرج بنفس الشكل الاتي ده كده اواجي هنا مسلا على منطقة انا عايز افرش فيها تون وابدا ان انا اشد الخطوط بنفس الشكل الاتي ده كده. لو جينا ركزنا هنا لو جينا اقربنا الورقة كده شوية هنلاقي ان الخطوط دي عملت على بعضها. فده ما ادنيش التون الصريح بتاع الشكل. فدي حاجة مش هنبدأ ان احنا نعملها تماما خالص واحنا شغالين بالاي? بالماركب. على عكسها بقى لما انا احب ان انا افرش تون وابدا ان انا ادرك. فان انا هبدأ ان انا اعملها. هبدأ ان انا اهو. نفس الشكل الاتي ده كده. هنحطين الاتنين جنب بعض شنبدأ ان احنا نبص ما بين الوفرلاب وفي نفس الوقت ما بين بتاعت ايه اللون. طيب انا حبيت ان انا اجي على الجزء اللي تحت ده. وابدا ان انا احط ايه? الجزء ده. ضروري جدا ان يعرف انه اه الوسيط عندي هو الالكوحول. في الاقلام الايه? الماركس. هو سريع التطوير. يعني كده ان انا اللون اللي انا هحطه كده. مش ده نفس الدرجة. لو احنا جينا بعد شوي وحطنا درجة تانية مش هنلاقي ان هي. هنلاقي ان هي مع الوقت بتبدأ ان هي تيفيد هنبدأ ان احنا نحط كده مسلا اهو تاني. وهبدأ على المنطقة اللي تحت كده اهو. هبدأ ان انا احط تاني. طيب. انا عايز ابدأ ان انا بقى اغمى. طيب. هبدأ ان انا اسيب التون الاولاني ده واجعل تون التاني. تمام? وابدا اجعل التون التاني هبدأ ان انا اضيف كمان ايه? طبقة بنفس الطريقة. نركز جدا ان انا ببدأ ان انا اسواب كده 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 مباشرة انا بشكل سريع. ما بنمشيش الخطوط اللي هو زي كده كأننا قالقنين من القامة. لان احنا لو فضلنا مشين خطوط زي كده قلقنين من الخامة هنلاقي ان هي كونتلي على الخط. طيب انا كده اتقلت المنطقة دي. هابدأ ان انا اجي على المربع اللي بعد وابدأ ان انا اتقل. وهاجي على المربع اللي بعده برضو ان انا ايه? فمعنى كده ان انا عندي برضو زي الووتر كالرز انا اقدر اضيف لايرز بالماركر اقدر نقدر نضيف لايرز بالايه بالماركرز. هو تقريبا التونات الصريحة جدا بتاعتها هم اربع ايه? اربع او خمس ايه? تونات نقدر نحن نشتغل حين. طيب. انا سيبت الجزء ده اول طبقة. وده اديت طبقتين وده طبقتين وده طبقتين طيب. معنى كده ان انا لو عايز اتقل هسيب الطبقة دي. وهبدأ ان انا اخش بنفس الشكل ادي زي كده. مش بس كده. نفس التون اللي انا ضيفته هضيفه على اللير الايه? اللي تحتية بنفس الشكل ادي ده كده. فهنا يبقى عندي اهو لو جينا قربنا شوية. هنلاقي ان انا عندي سكن تون ودول التون ايه? قريب من ايه? طيب. هبدأ ان انا استنى شوية. نقدر نحن نتقل طبعا اكتر من كده. طيب ليه احنا بنستنى? احنا مش بس بنستنى ان الورقتين شافت زي زي الالوان المائية. لا. الموضوع المرضي مختلف. احنا بس مستنين ان الالكوحول يتطير من الايه? من الورقة بعد. عشان اقدر ان انا اضيف لير. الورقة تقدر ان هي تقبل الايه? اللير معايا بشكل ايه? صريح. وهبدأ ان انا اعيد كده كمان لير لو انا عايز ارغم ايه? اكتر من ايه? من كده. طيب. تعالوا بقى للتدريج. لو انا دل الوقت دي كانت مربعات انا بضيف لير بعدها. طيب لو انا هدرج بقى تعالوا بقى نبدأ ان احنا نشوف هبدأ ان انا اجي كده اهو. نفس الشكل ده كده اهو. وهاجي على الاخر يا دوب الايه? الالم هنا. هبدأ ان انا اجي اهو. وهاجي قبل الاخير وبرضو اخلي الالم يقف. وهاجي هنا برضو اهو. هبدأ ان انا اضيف كزا تون وهيخلي الالم يقف. وهاجي هنا اهو. وهبدأ ان انا انزل. وهاجي هنا اهو. وهبدأ استنى على الجراديان ده شوية. طيب. على ما نستنى على الجراديان شوية. ده كان اقلام الفئة الايه? الاقتصادية. طبعا انواع بتاعتها كتير الوان اه في نفس الوقت التوتش والتوتش فايف. يعني فيه انواع كتير جدا من الايه? من انواع الفئة الايه? بتاعت الايه? الاقلام دي. طيب. تعالوا بقى نبدأ ان احنا نجرب الكوبك. تعالوا بقى نبدأ ان احنا نشوف اهو. وبعد كده اهو تون كمان تحت. تون كمان تحت اهو. خلاص بقى احنا كده عارفنا احنا بقى شغالين ازاي? احنا عايزين دلوقتي. فانا هبدأ ان انا اجي هنا اهو. هضيف الطبقة التانية فيهم ايه? فيهم كلهم. عشان نتم الايه? التدريج ده. وبعد كده هبدأ ان انا اجي اهو. استنى بعد ما تطاقر شوية. هو جاي ضايف درجة هنا. وهضيف عليها نفس الايه? الدرجة هنا شوية. مفترض ان انا استنى شوية. وبعد ما استنى على طول اهو جاي ضايف الطبقة الايه? للاخير. طبعا احنا قدر نضيف ونخفف زي ما احنا ايه? عايزين عشان يديني ايه صريح للايه? للتونات. الجراديان طبعا في اي خامة بيبدأ ان هو يبان من اول ايه? سبعة درجة. بس لما قلنا الواقع الحقيقي بفرق التونات اللي بيقدر ان هو يظهر بالماركرز العادية اه في الفئة المتوسطة هما ايه? من اربع لخمس ايه? طيب. تعالوا كده بقى نشوف مربع لتدريج معايا بقى هيبقى شكله عامل ازاي? ادي اهو. تعالوا نبدأ من الاول من اول الشكل كده من تاني اهو. وهاجي هقف على قبل النهاية بشوية. وهاجي هنا اهو. وهقف برضو قبل النهاية بشوية واستنى شوية. وهبدأ ان انا انزل بلتون. استنى برضو شوية. وهبدأ ان انا اجي هنا كده شوية. هنا هنا بقى محتاجين نستنى شوية ان هو يابزورف الحاجة دي يمتص الحاجة دي. وهبدأ ان انا اجي هنا على الجزء اللي فوق. واخد ان انا اققى ايه? اتقل. طيب ضروري جدا 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 لو انا بشتغل بماركر ناخد بالنا بقى من حاجة مهمة اوي. ان الورقة من الظهر بتاعتي بتبدأ ان هي تطبع. طيب. لو خدنا بالنا بقى ما بين الالوان الاقتصادية وما بين الالوان الايه? الاصلية. شايفين الفرق في ضهر الورقة. هنلاقي هنا ان هي بتخش في مسام الايه? الورقة او بتبدأ ان هي تأبزورف جزء كبير جدا من الايه? من الحاجة لما ابدأ تقل يعني هنا لما جينا تقلنا الاخر تون ما بينه مقارنة وما بينه ما بينه التونل تاني هنلاقي فيه فرق كبير جدا. وده برضو سبب من الاسباب ان احنا لما نيجي نشتغل في مسلا او حاجة ضروري ان انتو تحطوا ورقة في الظهر او بحيث ان هو يمنع ده او يمنع ان الورق اللي موجود هنا او التونات اللي موجودة هنا تنزل على الورقة اللي بعدها. طيب ده هيعمل ايه? هقفن لاخر هو نفس الاشكال اللي موجودة دي هتطبع في ظهر الايه? الورقة اللي بعدها وابتدى ان هي هتبوز معي الايه? الشغل او اللي موجود ايه? معنا. انا كده معايا تونين. طيب تعالوا كده نجرب كمان ايه? كمان قلم. وتعالوا كده نجرب كمان لون مسلا من الالوان الايه? الفتحة. من نوع جديد من الاقلام اهو. برضو من الخمل ايه? ايه? الاقصاد. تعالوا بقى كده نجرب اهو. نمشي بسرعة اهو. طيب وبعد كده هبدأ ان انا ادي. الطبقة التانية اهو. خلص احنا تعودنا عايزين نتقل بنضيف ايه? بنضيف تون. تمام? ادي اهو هارجع على ده. اضيف عليه التون التالت. وده برضو نفس النمط اضيف عليه ايه? التون التالت. وقولنا هنستنى شوية. نستنى شوية ليه? ندي الورقة بس مساحة ان هي تمتصل ايه? الالكحول ده وفي نفس الوقت الجزء اللي على السطح ابدأ ان هو يتطاير. وهنلاقي طبعا زي ما قلنا اه وقت ما كنا بنضيف لو تفتكروا هنا الورقة لما كنا بنضيف التون اول ما بينزل على الورقة بيكون لون شديد. يعني ايه? يعني اللون ده مع الوقت بيبدأ ان هو ايه? يتطاير. طيب انا هزوري كل جزء ده من القريب اول لانه ده جزء مهم اوي. ادي مسلا انا هاجي هنا اهو. وهروح جاي ضيف جزء مسلا بنفس الشكل الوقت ده كده. ده الشكل اول ما احنا اضيفنا. بخدتوا لكم هو قريب للتون ده. لكن في الحقيقة ان الطبقة الواحدة اهو. بعد ما بتنشف شايفين فرق التونز عامل ازاي? فبيكون في فرق كبير جدا في التونز ما بين الايه. الطيب. تعالوا كده ايه? ندرج ونوصل بتاعنا اللي احنا او النتيجة اللي احنا ايه? مستنينها من الايه? من التمرين ده اهو. هبدأ ان انا اجي كده. نفس النمط اهو. هنوقف قبل النهاية زي ما قلنا. هنستنى طبعا للتدريج اللون الاصفر ده من اصعب الالوان في الايه? في التدريج. فهنستنى شويشا ان احنا نغم. طبعا الالوان دي طبعا هتقبل. نقدر نحنا نضيف عليها طبعا زي ما بعد ما نشفت كده نقدر نضيف عليها ايه? تونات تانية. يعني مسلا لو انا جيت مسلا هنا اهو ده. شايفين? اهو. التون ده بقى ما كانش موجود ليه قبل كده ان احنا نقدر نحنا نضيفه. ده باختصار شديد لانه التون ده نشف بس. فهو تقيل بس دلوقتي مجرب بس ان هو بايه? نمشي. وبعد ما ينشف برضو نقدر ان احنا نضيف. فانا عندي اكتر من عامل متحكمين بالنسبالي في الايه? في الماركرز او الشغل بالايه? بالماركرز. زي ما قلنا فيه حاجات بقى ضروري ان احنا من ايه? ما نعملهاش واحنا شغالين بالماركرز. كان من ضمنها الخطوط او الخوف ان انا مسلا هاجي على بلان. وابدا امشي كده ايه بالراحة? عشان اقام لمنطقة محددة كده. لا والله انت لو عايز تملأ بقى منطقة محددة وانت خايف عليها هتجيب تيب وتبدأ ان انت تحطه من جميع الاطراف. يعني مسلا هبدأ ان انا الزق تيب على كل الاطراف بتاعة الشكل وبعد كده هبدأ ان انا ايه? الون ايه? طيب هل التيب ده قابل للتشكيل او او حاجات تانية او انت ممكن تجيب الكتر ايا كان لو شكل مسلا ايه? منحانة عضو. هتحط التيب وتمشي بالكتر بالراحة تشيلت ايه? الاطراف. حيس ان انت لما تيجي تلون على طول مباشرة هيبقى بالنسبة لك كدليل. وفي نفس الوقت ما يكون لكش الايه? اللي موجود هنا. لان ده بيدل ان اللي شغال في اه او اللي عامل بالماركر ده لسه مش متخصص او عنده اقيوب كتير جدا في بتاعة الايه? التعامل مع الايه? مع الماركر. التمرين ده مهم جدا لما تيجي وتطبقوا عليه. ضروري ان احنا زي ما قلنا نعمل اكتر من لون. يعني لو قدرتوا ان انت تعملوا على كل الالوان ده يبقى ممتاز جدا للتطبيق. وضروري جدا انتوا تكونوا متابعين اول باول شوف انت قريدي اصلا ماشي صح ولا ماشي ايه? غلط ممكن تبقى التاني في اي وقت. وارد عليكم اقول لكم ده صح ولا في اي خلط او في اي حاجة محتاجة تتعدلها. هتابع ايه? معكم. واشوفكم في الفيديوهات الجاي.